هاي معكم سارا كيروز سيلابرتي ستايلست اليوم حلقتنا عن الهيستري اوف ترنز قبل ما نكون عم نحكي عن الترنز وتعرفوا شو عالمودة هلأ مهم تعرفوا كيف بلشت المودة من زمان لهلأ سايكل طبع كل ترند مقصومة 5 فايزز بالأول الانترودكشن يعني بس نروح عالفاشن ويك ونشوف الشوات أول شي بتكون الانترودكشن نعرف شو هي الترند جديدة عالمودة أكيد بنكون عم نشوفها أول شي بالشو بعدين كو عم شوفها على السوشيال ميديا وعم تدول بسرعة أكتر كل ما إلى الترند بتكون سريعة أكتر من بعد الانترودكشن فيه الديماند يلي هو العالم بتبلش تطلبها لهالترند وبدأ تلبسها سوأكيدة كل الترند حسب الطلب تعلى الديماند تبعها ومنوصل على البيك يلي هو أعلى شي للترند وتلك اللي بدون يكونوا عم يلبسوها وكل البرانز بيكونوا عم بيعدوها بطريقة كوميرشيال أكتر تلك اللي يقدر يلبسها من بعدها رابع فايز بيكون صار فيه خلاص ديكريز يعني الناس بابا عم تطلبها زهقتها بدأ تروح صوب غير ترند ومن بعدها فايز فايف اللي هي ريجكشن يعني الترند انتقلنا منا على شي تاني لأنه بطلوا الناس حبينا هو هن الفايز فايز لكل ترند هلأ كل ترند قداء بتضل موجودة وقداء الناس بيحبوها هيدا إلا علاقة على كل شغل اللي بتجي على المودة مرات في ترانز بيضلوا سنين ومرات ترانز بس جمعتين هلأ سوا رح نكون عم نشوف الهيستري اوف ترانز كيف بلشت المودة من زمان بس نشوف ترانز عن المودة هلأ لازم نعرف انه كله مناخد من فقرة تاني من الوقت من حقبة وقت تاني دايما المودة بتقيد حالة من أولى هيدا بس هو حلو نعرف كيف بلشو الهيستري اوف ترانز وكيف كانوا يلبسوا من زمان خلان نرجع لورب الزمن كدير ونروح على ميزو بوتاميا كيف كانوا يلبسوا من 3500 سنة قبل الميلاد كانوا يكونوا عم يلبسوا القماش الملفوفة على جسمهم بألوان معينة أكتر شي كان يكون فيه الأحمر والأزرق وكانوا يكونوا قماشاتوا طوال وملفوفين على جسمهم طي خبوا جسمهم راح اروح كمان عم مصر تتشوفوا من 4000 سنة شو كانوا يلبسوا كمانا كانوا يلبسوا الشباب القماش الملفوف على جسمهم كان يكون قماش أبيض من ساميه شانتي كان يكون ملفوف من الخصر ونزول كأنه على شكلة النورة والصبايا كانوا يلبسوا الكالازيريس يلي هو كمانا قماشة بتخب الأوبر بارت كمانا ترانسبرانت شوي وبيضة مع العقد الكبير والجيب البيضة كمانا تكون قماشة ملفوفة على جسمهم ويزيدوا كمانا الويجز أو البروك على شعرهم هذا كان الستايل بمصر خلينا نروح هلا على جريس عند المينوينز كانوا قبل 1700 سنة قبل الميلاد يلبسوا الكورسي والبال شي بسلواتي يلي هو كأنه شكل جرس يلي هو بتجد تنورة مفتوحة كتير مفلوشة والكورسي كان يكون فيه حديد سو الكورسي اللي بتشوفوها هلا والمودة اللي بتشوفوها اليوم مأخوذة من كتير كتير زمان كمانا بجريس من بعض المينوينز صار فيه مودة تانية وتطاروا كتير أريح لقماشة ملفوفة وتكون one shoulder dress يعني مايلي واحدة مغطى ومايلي لا هيدا الستايل كتير دفرنت وصار يريح كتير الصبايا هلا خياروه على روما هوني كتغير ستايل الone shoulder dress طبعا غريس وصار طوغا تونيك يلي هي كمانا دريبت كمان خياروه على البيزانتان البيزانتان كانوا يلبسوا ستايل الكتير أورنومنتال يلي متل ما هو موجود بالأرشتكتور طبعهم كمانا بتيابهم كان يكون فيه كتير الدهبة والأحمر وكان يكون فيه كتير أساس مشغولة بالإمبرويدوري سو حتى الموضة اللي بتشوفوها اليوم مأخوضة من كتير كتير زمان لورا هلأ راح نروح على الميدل ايج بوقتها كانوا الألوان تكون مقصومة حسب السوشل كلاس يعني الأشخاص الغنية كتير تلبس ألوان قوية كتير والأشخاص اللي معها المساري أو بتشتغل بالأجريكولتشر كانوا يلبسوا ألوان ترابية أكتر مثل البنة أو الباج سو كانت تكون مقصومة الناس حسب التعبة هلأ رحنا على الرنسانس يلي هو 16 سنشوري السايل كان كتير دفرنت الشاباب كانوا يلبسوا بفت سليف يعني الجاكتات اللي كتير عندها كتافة عراض والجاكات بعد هنا بتدي مع البنتاكور اللي بيجي مزمون من تحت والصبايا كانوا يلبسوا الكورسيات عن جديد والبال شيب سيلوات يعني كمانا فساطين كتير كبار ونعرفوا بكل الفلوم اللي منشوفها نحنا من زمان أداك يلبسوا فساطين كبار وفيها شغل كتير من بعدها رح نروح على الإباكي روكوكو اللي هو 18 سنشوري وأتصاروا الفساطين كبار لدرجة أنه اضطروا العالم يكبروا إياس الباب وإياس الكاريجز تاي ساعوا الفساطين لأنه وصلوا الفساطين تقريبا متر ونصف عرض من تحت هلأدك أنه صاروا انكمفتبل وهفي للصبايا وهون رح نروح على الاندسترالي رفولوشن بال19 سنشوري وين تغيرت كتير الموضة لأنه بطل بس الدراس ميكورز عم يعملوا فساطين على إيدهم بطل فيه كتير تايلورينج اللي هو كوستمايز صار فيه أكتر رادي توير وبتشوفه كيف تغيرت الترانز بهيدا الوقت بال1910 كانت بريز هي أكتر شي نشوفها كاملتا نشوف شو عم بيصير بالموضة اليوم في كتير فاشون ويكس أكيد منعرف شو عم بيصير ببريز ميلان نيويورك جابون ولا حتى كتير بلاد تانية بس قبل كان فرنسا وبريز هن الرفرنس لكل شي عم بيصير بالموضة بال1910 بلشوا يبينوا أكبر ديزاينرز يلي هن بلشوا ينعملوا ترانز جديد مثل لاندين أو بواري أو حتى فيوني خلان نروح على ال130 كوكو شانال بلش تغير كتير قصص بالموضة والتصبايا قبل ما كانوا يلبسوا البانتالون كان دايما يكون في بس فساطين بلشت تعمل ديزاينز مع بانس وتعمل فساطين كتير بيرايحه لانه متل ما شفتوا انه قبل كانوا فساطين ابدا مش كومفتبل كان دايما يكون في وزن كتير وياس كتير كبير بالفساطين كوكو شانال راحت عقصص كتير لوس وكتير بيرايحه وكتير ستريت كوت وراحت تصوب البانس وقصص الكمفتبل كمان أساس كابارالي بال1930 اشتغلت قصص كتير جديدة جرافيك برينتز قصص جديدة مثل اللوبستيل درس يلي كتير نعرف وراحت على قصص أكتر بوب آرت أكتر فيها جرأة للتياب الصبايا ب1950 في ترانز كتير جديد نزيده من وراك خيسيان ديوخ غير الشيب تبع سيلوات المرة بفساطين جديد A-line shape يلي هو بيديق على الخسر وعدنا بيفلوش أذا كانت التنورة أو الفستان أو حتى عمل كمانا style جديد traface shape يلي هو كمانا sleeves وصعوا شوي ديء الخسر وبعدنا skirt بتنزل كمانا عمل كتير strapless gown يعني الفساطين اللي بيجوا بالاكم كمان يكون في كتير exaggerated colors يعني الأب بتكون مشغول عليها أكتر وتكون أكتر جديدة هو دي كلهم بال1950 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر